تصاعدت التنديدات حيال قرار إرسال رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي ممثلا عنه لحضور المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وجه خطابا للغنوشي وصفه مراقبون بشديد اللهجة ودعاه لعدم الاستهانة بالشعب التونسي واعتبر الطبوبي أن الاختلاف أمر عادي إلا أنه يجب أن تتم مناقشته في تونس وليس خارجها باعتباره شأنا تونسيا داخليا مشددا أن لكل تونسي حق معرفة مستقبل البلاد وأن يكون على دراية بالمسار الذي تتخذه الدولة وكان ممثل الغنوشي أسامة الخليفي رئيس كتة حزب قلب تونس حليف الإخوان في البرلمان المجمد قد دعا للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي خلال مداخلته في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات وإثر دعوة الخليفي أعلن نائب عن حزب قلب تونس فؤاد ثامر استقالته من الحزب ما ينذر ببوادر تصدع قد تصيبه نتيجة تحالفه مع حركة النهضة الإخوانية حسب مراقبين ثامر ندد في تدوينة له على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي بدعوة الخليفي للتدخل الأجنبي مؤكدا أن ما قاله الأخير في المؤتمر لا يمثله ويرفضه رفضا قاطعا